احنا النهاردة منظومة الدعم الحقيقة بقت منظومة مستهلكة لقدر كبير من موازنة الدولة لو نتخيل انه الدعم السنية دي دعم الطاقة بشقاية المواد البترولية والكهربية تعدى المئة وسبعين مليار جنيه مصري فهذا رقم خطير جدا انا اقول مجموعة ارقام كده في البداية لعلنا يعني نقدر نحط ادنى على حاجة منها احنا ما نبيعه في السوق المصري قيمته بالاسعار العالمية حوالي 350 إلى 360 مليون جنيه مصري بنبحى جوه السوق المصري بنقدر قيمتها جوه السوق المصري بسهل التكلفة حوالي 190 مليار يعني تقريبا بنتكلم في نص قيمتها العالمية بنبحى بكام بقى من 190 مليار دي بنبحى ب60 مليار منتجات بترولية بنقبض منهم كام 60 مليار دول 40 مليار ينهرب ياه فهناك فرق ما بين ما يباع عالميا ب350 مليار وما يدخل الى خزانة وزارة البترول اخر النهار 40 مليار فرق 310 مليار جنيه هذه 310 مليار جنيه اعتقد انها تهدد ميزانية اي بلد مش ميزانية قطاع معينة لو نعلم ان احنا بندخ يوميا منتجات بترولية تتجاوز المئة الف طن منتجات بترولية يوميا 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 يعني اكتر من 100 مليون دولار يوميا منتجات بترولية هذا الرقم رقم كبير جدا احنا نتكلم 700 مليون جنيه يوميا منتجات بترولية يتم دخها في السوق على مدال 24 ساعة فنحن نتحدث عن ما يقرب من 30 مليون جنيه ضخ منتجات بترولية في الساعة في الساعة 7 ايام في الاسبوع 30 يوم في الشهر 360 يوم في السنة هذا الرقم 3 ودعم يعني 30 مليون جنيه اللي في الساعة دول بيتباعوا بعشر مليون 20 مليون جنيه دعم خلينا بقى نشوف الدعم ده بيروح فين يعني في الحلقات السابقة انا اعتقد ان الجزء اللي كان بيزاعة ده كان من حلقة من برنامج مع الأستاذ واقل بالليل هذا الجزء من الدعم لا يذهب الى الاغنية لا يذهب الى الفقراء لا يذهب الى مستحق الدعم ندي مجموعة ارقام لو نتخيل انه تعريف الفقير حسب ما هو موجود في تعريف البنك الدولي وسندوق النقد الدولي هو من يستهلك اقل من 100 كيلو واط شهريا من الكهرباء طيب احنا كيلو الكهرباء عندنا بياخد 200 جرام وقود 200 جرام وقود دول تمانهم حوالي 15 سنت تمانهم الفعلي 15 سنت 15 سنت يعني جنيه تقريبا ده تمانهم اصعار عالمية ولا تمانهم حاليا بالدعم لا تمانهم حضرتك بالسعر اللي موجود النهارة الموجود 15 سنت 15 سنت يعني جنيه ده تمان وقود اللي في كيلو واط كهرباء بس مضاف اليه الأجور والمرتبات والصيانة وإهلاك المعدات والمية والكيمويات يصل الرقم دوة كيلو واط الكهرباء يوصل لجنيه ونص تكلفته على الدولة جنيه ونص الفقير المستهلك حوالي 100 كيلو واط في الشهر دول تمانهم 150 جنيه هو بيدفع في حدود 5 ستة جنيه كويس يبقى انا دعانته بكام ب150 جنيه تعالين بصوا بقى على الغني اللي بيسحب 3000 كيلو واط في الشهر بيدفع في المتوسط لان فيه شرايح موجودة فمتوسط الشريحة دي 25 قرش 25 قرش في 3000 ب750 جنيه هم تمانهم 4500 جنيه يبقى انا دعامت الغني ب3750 جنيه هل هذا عدل؟ هل هذا ما نادت به ثورة يناير؟ لما الناس قاموا وقالوا عايزين احنا بنتكلم على ايه؟ عيش حرية عدلة اجتماعية كرامة انسانية مش كده؟ الاربع حاجات دول لما ناخدهم من الترجمهم كده نبتدي بالعدلة الاجتماعية بالعدلة الاجتماعية هل هذه هي عدلة اجتماعية؟ ان انا ادعم الفقير ب150 جنيه وادعم الغني ب3750 جنيه هذا الكلام ياسري مرة اخرى على استهلاكات الوقود الشخص الغلباء اللي عنده عربية متوسط الحال عنده عربية 128 مثلا ولا حاجة بيعمل له 150 200 لتر بنزين في الشهر 800 لتر بنزين دول حوالي 1200 جنيه هو بياخدهم بربعمية يبقى انا دعمته ب800 جنيه الشخص المتوسط طيب الشخص الغني بياخد حوالي 2000 لتر في الشهر 2000 لتر في الشهر دول تمانهم 12000 جنيه بيدفع كام هو؟ 400 جنيه يبقى انا دعمته ب11000 جنيه ونص هل هذه عدالة اجتماعية؟ هل يذهب هذا الدعم بهذا المنظر الى مستقبل؟